السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بمتابعين قناة الدكتور للمواد العربية في الفيديو ده نحل مع بعض أسئلة الامتحانات السابقة على المواضع العشرة مواضع إبدال الواو ياء وقلنا أن الطريقة صح للمذاكرة أو المراجعة ننتأول حاجة تسمع فيديوهات الشرح هتدخل على قوائم التشغيل هتدخل على قائمة تشغيل الصرف هتلاقي المواضع العشرة مشروحة في فيديوهين بعنوان الصرف تسعة والصرف عشرة وكل فيديو مشروح فيه خمس مواضع بالتفصيل الممل علشان تبقى فاهم كل كلمة في المواضع العشرة وبعد ما تخلص فيديوهات الشرح هتفتح فيديو حل الأسئلة تتفرج عليه علشان تعرف طريقة السؤال هتجي ازاي وتجمع الكلمات اللي موجودة في التصحيح والشاز معانا في المراجعة ان شاء الله ولكن قبل ما أبدأ حابب أفكركم أن القناة مشروح عليها جميع فروع العربي هتدخل على قوائم التشغيل هتلاقي لكل فرع في العربي قائم التشغيل وكمان القناة مشروح عليها الميراث تعالوا بقى نبدأ مع بعض أول سؤال معانا زي ما احنا متعودين بيبقى سؤال القطعة تعالوا نقرأ القطعة مع بعض يا طالب الأزهر تمر الأيام فاغتنمها لتصل للدرجات العليا وتحلى بثياب التقوى فقد رضي الله عن المتقين وعليك بالانقياد لأوامر الدين لتسعد عند الصراط والميزان وكن هينا على الأطفال ولا تضربهم بالعصي وقل أرضيت ربي بالطاعات وكن من المؤمنين الصيام وأول سؤال معانا بيقول استخرج كل كلمة وبدلت فيها الواوية وبين أصلها مع التعليل خلي بالك أنا القطعة دي جايبلك فيها جميع الكلمات في الموضع العشرة يعني كل موضع جايبلك منه كلمة أو اتنين ومن خلال القطعة هقولك إزاي تفرق بين المواضع ولكن قبل ما أبدأ حل لازم تبقى فاهم جزئية مهمة جدا أن أنت أول مرة تحل مثلا قطعة صعب جدا تعرف الكلمات لأن أنت بيبقى كل حاجة دخلة في بعضه كده فالحل الوحيد التكرار أن أنت تحل مرة واثنين وثلاثة هتلاقي الكلمات عما لا تتكرر والكلمات اللي احنا بنحلها في فيديوهات حل الأسئلة هتلاقيها نصا في متحان آخر السنة فلازم تحل كتير علشان مش هيخرج برا الكلمات اللي أنت هتحل منها إن شاء الله تعالوا نشوف أول كلمة معنا بقول يا طالب الأزهر تمر الأيام وأول كلمة معنا كلمة الأيام طب دلوقتي قبل ما نتكلم الكلمة دي حصل فيها إيه بقول أبدلة الواو يا يبقى مبدئيا أي كلمة هنستخرجها هيبقى فيها حرف اليه وحرف اليه هيبقى أصلها واو فعندنا الأيام دي تابع الموضع العشرة المشكلة بقى هي تابع أنهي موضع واحده قولي طب يعني ليه أصلا بنحدد الموضع هقول لك لأن انت على حسب الموضع بتقول التعليل يعني لو الكلمة دي مثلا موضع خامس هنقول تعليل معين لو موضع سادس هنقول تعليل تاني لو موضع أول هنقول تعليل تالت خالص فعلى حسب الموضع انت بتكتب التعليل طب الأيام دي موضع كامل موضع العشرة دلوقتي اكتب عندك الأيام لو لقيت يا مشددة في نص الكلمة تبقى موضع سادس اكتب ده عندك لو لقيت يا مشددة في نص الكلمة تبقى موضع سادس زي كلمة الأيام وقلنا يا جماعة أن الأيام دي هي مشددة يعني كانت يه وواو فهقوله أول كلمة الأيام وأصلها الأي وام وقلنا أن أنت التعليل بيبقى عبارة عن تعريف الموضع فاكتب له بقى تعريف الموضع السادس في التعليل فعندنا الموضع السادس وليه اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة حلو وكانت متجاورتين أهو اليه جنب الواو ما فيش بينهم أي حرف يفصل بينهم والسابق منهما فين السابق هنا حرف اليه هو متأصل في ذاته يعني اليه دي مش أصلها حرف تاني وسكونه يعني اليه هنا ساكنة فهنقلب الواو دي يه فهيبقى يه جنب يه هندغم الياء مع بعض يبقى أي كلمة في الموضع السادس هتكتب له التعليل ده التعليل ثابت على حسب الموضع ده كده بالنسبة لأول كلمة معانا وكلمة برضو قلناها في الشرح موجودة ومشهورة والفغتنمها لتصل للدرجات العليا برضو العليا دي قلناها في الموضع العشرة طب دي تبع عنه موضع العليا عليا على وزن فعلة فعلة اكتب عندك كده لو لقيت الكلمة على وزن فعلة تبقى موضع خامس فهقوله في الاستخراج الكلمة التانية العليا وطالما ايه اكيد اصلها ايه واو العلوة طب دلوقتي هنكتب ايه التعليل هتكتب له تعريف الموضع الخامس هتقوله والله الواو هنا وقعت لاما لفعلة وفعلة هنا كانت وصف مش اسم فطالما فعلة هنا كانت وصف مش اسم والواو جات في موضع اللام نقلب الواو دي اياه وهنبه تاني يا جماعة اللي حاسس انه هو برضو مش فاكر اوي طبيعي انت لسه بتحلل اول مرة مع التكرار الكلام ده هيبقى سهل جدا تعالوا بقى نكمل نشوف بقى الكلمات في نفس القطعة احنا وقفنا هنا العليا وتحلى بثياب التقوى عندنا يا جماعة كلمة ثياب دي مشهورة جدا قلناها في الشرح دلوقتي ثياب دي موضع كام اكتب عندك كده لو لقيت الكلمة جمع وكانت الكلمة دي على وزن فعال وكمان ما كانش فيها هيأ مشددة تبقى موضع تالت يبقى لو الكلمة كانت جمع ولقيتها على وزن فعال وما كانش فيها هيأ مشددة تبقى موضع تالت فهقول له الكلمة هنا ثياب واكيد اليأه دي اصلها ايه ووو مفيش حل تاني بصلها في واب وتقولنا يا جماعة التعليل بنكتبه ايه تعريف الموضع افتكر تعريف الموضع التالت كنا بنقول وقعت الواو عينا لجمع يعني في موضع العين والجمع ده صحيح اللام اللي بها هو اللي وقعت في موضع اللام حرف صحيح وقبلها كسرة قلنا في وكانت في المفرد قلنا طالما موضع تالت لازم تجيب المفرد غصبا عنك علشان تعرف هي معلة ولا شبهة بالمعلة طب بنجيب ليه اصلا بنعرف ليه شبهة بالمعلة ولا معلة لان لو كانت معلة عادي ينفع يجي بعدها الف االف وممكن ما يجيش بعدها االف مفيش مشكلة اما لو كانت شبهة بالمعلة غصبا عنك علشان تقلب الواو يهف الجمع لازم يبقى اصدها لازم يجي بعدها االف طب دلوقت بقى بنعرف ازاي ان هي معلة ولا شبهة بالمعلة بنجيب المفرد لو طلع الواو ساكنة تبقى شبيهة بالمعلة. ايه هنا يا جماعة مفرد ثياب ثوب. هنا طلع لواو ساكنة وقلنا الكلام ده في الشرح يبقى شبيهة بالمعلة. يعني لازم يجي بعدها الف في الجمع علشان تقلب لواو يه. فهتقول له وكانت في المفرد شبيهة بالمعلة. علشان جبنا المفرد لقى نواو ساكنة. وكان بعدها الف في الجمع. فلازم ان احنا نقلب لواو يه. يبقى ما تنساش لو كانت شبيهة بالمعلة. لازم تقول كان بعديها الف. تعالوا نشوف الكلمة اللي بعد كده اقول فقد رضي الله. عندنا يا جماعة رضي يا ده يعتبر اول موضع. ده لازم كله يعرفوا. ايه اللي عرفني ان الياء هنا جات في الاخر. يعني في اخر الكلمة وقبلها كسرة. فاكيد اليه دي اصلها ايه? واو. فهقول له الكلمة الرابعة راضي يا. واصلها راضي وا. طالما الواو متطرفة. يبقى اكيد دي موضع اول. والتعليل هنكتب له ايه? التعريف. هقول له تعريف الموضع الاول. لان الواو تطرفت تطرفا حقيقيا علشان مش بعدها اي حروف. بعد كسرة. انا بقول راضي. يبقى الواو هنا تطرفت تطرف حقيقي بعد كسرة. فلازم ان احنا نقلب الواو يه. تعالوا نكمل نشوف الكلمات اللي بعد كده. يبقى احنا اعتبر اهو حلين اعتبر على نص المواضع اللي دلوقتي. وقلوا عليك بالانقياد لأوامر الدين. عندنا كلمة انقياد. قلناها برضو في المواضع العشرة في الشرح. طب انقياد دي موضع كام? دلوقتي لما تلاقي الكلمة مصدر تبقى موضع تاني. فاقول له في الحل الكلمة الخمسة الانقياد. واصلها اكيد اليهدي اصلها واو. هيبقى الانقواد. طب هنكتبه في التعليل. هتكتب تعريف الموضع التاني. اللي هو وقعت الواو عينا لمصدر. لان احنا عندنا الانقياد ده مصدر. لانه ما دلش على زمن. اعلت في فعله. اللي هو لو جبت الماضي قا ده اصلها قا ده. الواو اعلت بالقلب الف. وقبلها كسرة. انا بقول الان قي. يبقى عندنا قبل الواو دي في كسرة هنا. وبعدها الف. اهو بعد الواو. بعدها الف. طالما توفر جميع الشروط. هنقلب الواو دي. يا. تعالوا نكمل. لتسعدة عند الصراط والميزان. عندنا يا جماعة ميزان. دي تابع الموضع العشرة. طب دلوقتي تتبع انهي موضع الموضع العاشر. والموضع العاشر. اغلب كلماته هتلاقيها على وزن مفعال. زي ميزان وميعاد وميقات. واشهر كلمة بتجي فيه كلمة ميزان. فاقول له الكلمة الستة. الميزان. اكيد اليه دي اصلها ايه. واو. فاقول له اصلها الموزان. طب نكتب ايه في التعليل. نسمع له تعريف الموضع العاشر. هنا الواو وقعت ساكنة. او على سكون. مفردة. يعني مش مشددة. بعد كسرة. انا بقول مو. يبقى بعد كسرة. طالما الشروط تحققت. يبقى نقلب الواو يا. يجي برضو واحد دلوقتي بعد ما مشينا شوية وحلينا ست كلمات. ينسى التنبيه اللي انا قلته. قل لنا حس ان انا متل اخبط. يا حبيبي ما قلنا ما طبيعي ان انت متل اخبط. انت عاوز تذكر الحاجة مرة. وبعد كده تيجي تحلي ازيك زي اللي بقاله بشرع خمس ست سنين او عشرين سنة. عادي يا جماعة طبيعي. ما تحل على الموضع على عشرة تلات اربع مرات. اهو مرة انت بتحلي معي. ومرة تحلي مع نفسك. ومرة تراجع برضو بعدين. فالمواجهة محتاجة تكرار. محدش بقى يقعد. يحبط. وقول انا انا احس ان انا متل اخبط. كل الموضع دخلت في بعض. اما انت بنا ادم يعني ما فيش مشكلة اما الموضع تدخل في بعض. ما هو المراجع ايه بقى هميتها ان انت بتبدأ بقى الامور تثبت عندك مع التكرار. وشوف انا نبهت اهو كذا مرة قال لك برضو واحد نسكت بين في التعليقات انا حس ان انا تايه. خلاص بقى خليك تايه كده. انا قلت اللي عندي. وبعد كده قلت لك الحل الوحيد ان انت تكرر. تعالوا بقى نكمل نشوف بقى الكلمات معانا في نفس القطعة. وقفنا هنا. اه وقفنا عند الميزان. وكن هينا على الاطفال. دلوقتي انا لسه هيلك من شوية هينا. لقيت يا مشددة. وفي نص الكلمة يبقى موضع سادس. فهتقول له الكلمة السابعة هنا هينا واصلها هيونا. فاكرين الايام كان اصلها الاي واب. وهينا اصلها هيونا. وقلنا في التعليل بنكتب تعريف الموضع السادس او اتكررت. فالمفروض بقى تكون حفستها ايه تعريف الموضع السادس? لانها اجتمعت ووياء في كلمة واحدة. اهم في نفس الكلمة. وكانت متجاورتين. اليه والواو جنب بعض. والسابق منهما. فين السابق هنا? حرف اليه. متأصل في ذاته. يعني اليه دي مش اصلها حاجة. وسكونة. يبقى اليه هنا ساكنة وادغمت الياء. لما الواو دي تتقلب يه. يبقى هندغم اليه في اليه. وانت اكيد حسيتها دلوقتي. لما حلينا الايام مرة. جات برضو هاي نفس الكلمة موضع سادس. اكيد طبعا الموضوع بقى اسهل من الاول. فالموضوع محتاج تكرار. تعالوا نكمل بول ولا تضربهم بالعصي. عندنا العصي دي تابع الموضع العشرة. طب انهي موضع دلوقتي يا جماعة اكتب عندك. لو لقيت يه مشددة في الاخر. ولقيت الكلمة جمع ومش اولها ميم. تبقى موضع تامن. يبقى تاني. يبقى لو لقيت الكلمة جمع. عصي دي جمع عصى. حلو. ومش اولها ميم. اهو. اولها عين. واخرها هيه مشددة. تبقى موضع تامن. علشان هيبقى على وزن فعول. وبرضو كلمة العصي دي هتلاها مشهورة وبتتكرر. فقل العصي واصلها قلنا ليه المشددة دي في الشرح كانت يهتين. واليهتين اصلهم ووين. فاصلها قال العصو وو. وعصو وو على وزن فعول. فهنكتب له في التعليل تعريف الموضع التامن. هقول له لان الو وقعت لامن. اهو فعول. الو اللي هي التانية دي. لامن لفعول جمعا. طب دلوقتي فهنقلب الو دي ايه? فصارت قال عصوي. كده هتنجي بقى للموضع السادس اللي احنا لسه قالينه من شوية ده. اجتمعت الو الياء في كلمة واحدة. وكانت متجاورتين. والسابق منهما متأصل في ذاته وسكونه. فهنقلب برضو الو يه. كده هيبقى يهتين. فهندغم الياء. يبقى خلي بالك اي حاجة تبع الموضع التامن هتكتب له تعريف الموضع التامن اللي هو الو وقعت لامن لفعول جمعا. وكمان الو لما تتقلب يهلي هي التانية دي. كده هيظهر لك الموضع السادس. تروح كاتب له الموضع السادس كمان. تعالوا بقى نكمل بقى الكلمات. برضو في نفس القطعة. بقول لو قفنا هنا. وقل ارضيت ربي. عندنا يا جماعة ارضيت. دي برضو كلمة مشهورة. طب تبع انهي موضع دلوقتي اكتب عندك. لو لقيت اليه رقم اربعة او خمسة او ستة. وقبلها فتحة. وده الموضع الوحيد. اللي اليه بيبقى قبلها فتحة. هيبقى الموضع الرابع. يبقى الموضع الرابع. هتلاقي اليه رقم اربعة. وقبلها فتحة. انا مقول ايه? ارضيت. اعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة. وقبل اليه هنا فتحة. فتقول له ارضيت اكد اليه دي اصلها واو. اصلها ارضوت. والتعليل هنكتب له الموضع الرابع. بقى تعريف الموضع الرابع. لان الو وقعت متطرفة. رابعة فاكثر او فصاعدا. لاثنين واحد. بعد فتح. وخلي بالك هنقول له وقد تعذر قلبها الف. فوجب قلبها يا. دلوقتي ممكن واحد يجي يقول لي. طب دلوقتي الو قبلها فتحة. فانسب حاجة للفتحة ان انت تقلب الو دي الف. ولكن لو قلبتها الف. فيبقى الموضوع صعب. فما ينفعش ان انت تقلب الو دي الف. فهنروح قلبنها ايه? تعالوا بقى نشوف الكلمة اللي بعدها. ربي بالطاعات وكون من المؤمنين الصيام. دلوقتي بقى اكتب عندك الصيام دي طبعا الموضع العشرة. طب طبعا عنه موضع. اكتب عندك كده لو لقيت الكلمة على وزن فعل. لو لقيت الكلمة على وزن فعل تبقى موضع تاسع وانا مغمط. واكتب عندك بخط كبير. الموضع التاسع في الموضع العشرة يعني الاعلال جائز. يعني الاعلال جائز. عشان دي مهمة جدا. ده الموضع الوحيد اللي الاعلال في جائز. يعني ينفع تقلب لو وينفع ان انت ما تقلبش. فهقول له الكلمة الاخيرة معانا. الصيام. ويجوز الصوام. فينفع ان انت تسيب لو زي ما هي. وينفع ان انت تقلب لو ايه? ايه التعليل? اكتب له تعريف الموضع التاسع. فاقول لان الوح وقعت عينا لجمع. ناشم اهو صوم دي. جمع صائم يعني. صحيح اللام اهو موضع اللام انه هو حرف الميمة هو حرف صحيح. على وزن فعل. وخلي بالك الموضع التاسع ده اللي هو اللي هو على وزن فعل ده مشهور جدا. لا يخلو منهم تحان علشان دايما نوقعك في حتة ان الاعلال هنا جائز ولا واجب? فالموضع التاسع دايما الاعلال هنا جائز. يبدأ كده يا جماعة بالنسبة للاستخراج ان انت اول حاجة بتحدد الموضع علشان تعرف تكتب التعليل قلت لك ازاي تفرق بين المواضع. نبدأ بقى ناخد صيغة جديدة من الاسئلة وبرضه سؤال بيجي في الامتحانات يقول قعد صياغة العبارات التالية بحيث توافق القياس الصرفي. يعني الكلمات اللي احنا هنقولها دي فيها كلمات شزة. ازاي بقى نخليها كلمات قياسية وشزة ليه? دلوقتي بقولي اشتريته عددا من الدلو لنقل الماء. دلوقتي يا جماعة انا لسه اقل لك من شوية. دلو دي كلمة جمع صح جمع دلو. تمام. ومش اوله ميم. تمام. والمفروض بقى طالما كلمة جمع ومش اولها ميم. المفروض كده وعلى وزن فعول تبقى تبع الموضع التامن. وقلنا ان الموضع التامن لو وقعت الواو هنا ما هو الدلو دي كان اصلاها دلو ووقعت الواو لامن لفعول. وفعول هنا كان جمع. المفروض ان انا كنت اقلب الواو ييه? طب هو هنا قلب الواو ييه? لا ما قلبش. فدي تبقى كلمة شازة. فاكتب له ايه يعني في التعليل? هقول له اشتريته عددا من الدلي لنقل الماء او الدلي بيضم الدال او كسرها ما فيش مشاكل. فدي الكلمة اللي فيها المشكلة. طب ايه بقى التعليل او ايه السبب? هقول له ان لو وقعت لامن لفعول جمعا. فالمفروض طالما وقعت لامن لفعول جمع ففروض ان اقلبها ايه? طب هو هنا ما قلبهاش. اه ما دي كلمة شازة. فياجب قلبها يا. والقيازة ما احنا قلنا ادو لي مش ادو لو. يبقى ده كده بالنسبة لأول حاجة معنا. تاني حاجة. وليستيقظ انه اليام مبكرين. دلوقتي يا جماعة انه اليام دي على وزن فعال. طالما اه جالك بقى وزن فعال او فعال تجرى على طول على الموضع الكام لسا قالين التاسع. فالموضع التاسع انا لسا قالك من شوية علشان تقلب الواو يه في جوازة يعني لازم يبقى الوزن فعال طب هل انه اليام دي على وزن فعال ولا فعال? لا دي على وزن فعال طب اما على وزن فعال ما ينفعش تقلب الواو يه طب هو هنا قلبها اه ما دي كلمة شازة بقى فالمفروض ان انا مقلبش الواو هنا ايه فقوله الاجابة يستيقظ النوام مبكرين ان انا مقلبش الواو طب ايه التعليل اقول لان الواو وقعت عينا لفعال جمعا طالما وقعت عينا لفعال جمعا المفروض ان انا مقلبش الواو يعني فيجب التصحيح ومعليش عادة تاني الحتة دي في المواضيع العشرة لو حاسس بالاخبطة ما تقلقش هي كده كده الكلمات دي مش هجيب براها تالت حاجة معانا خلق الله الناس سواسوة عندنا سواسوة لو انت لاحظت الواو هنا تطرفت تطرف حكم يعشان بعدها تقنيف بعد كسر مفروض انها توفر فيها الشروط يعني مفروض اقلب الواو ايه طب هل انت هنا قلبت الواو ايه لا ما قلبتهاش ما دي كن مش هزة آه فالمفروض ان انا اقول بقى القس بتاع خلق الله الناس سواسية ان انا نقلب الواو ايه لانها توفر فيها الشروط والتعليل اكتب له بقى لان الواو تطرفت تطرفا حكميا بعد كسر فيجب قلبها بعد كده معانا بيقول زكوته عن مالي الذي بلغ النصاب وحال عليه الحوت ايه المشكلة هنا يا جماعة عندنا كلمة زكوت دلوقتي انا لسه لك من شوي لو لقيت الواو رقم اربع قبل ليه يعني لما تكون مقلوبة وعندنا قبلها فتحة تفكر في الموضع الرابع على طول طب واحد يقول لي طب ما تعد كده اقول لك واحد اتنين تلاتة هتقول لي طب ما انت غلطان انت لسه ايل اربعة اما ده رقم تلاتة اقول لك ما تركش شوي يا حبيبي عندنا الكاف هنا دي مشددة يعني كانت اتنين كاف زكاك كوت تمام فازال رقم واحد والكاف دي بحرفين عشان مشددة كده تلاتة تلاتة والواو وقعت رابعة طالما الواو وقعت رقم اربعة متطرفة بعد فتح فالمفروض اننا نقلب الواو ايه يا وما قلب نهاش الف للتعذر فاقول له الاجابة اننا نقلب الواو ايه فاقول زكايته عن مال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول طب ايه التعليل تقوله اللي احنا لسه ايلو لان الواو وقعت متطرفة رابعة فاكثر بعد فتح فالمفروض اننا نقلبها ايه وتعذر قلبها الف فقل يا وخلي بالك الشاز والتصح مهمين جدا يا جماعة معلش هم متعبين في الاول لكن مهمين وبيجي عليها درجات كتير عندنا بعد كده بقول بين الاعلال يعني اصل الكلمات وسببه في الكلمات الاتيه او قدين عمال بكرر معاك علشان تلاقي الموضوع سهل وبسيط انت هم حاجة ما تزهقش قعد راجع واتفرج على الفيديو كله عندنا كلمة ميقات ميقات دي تبع انهي موضع علشان اكتب التعليل بتاعه انا قلتلك الموضع العاشرة تليه على وزن مفعال اهو ميقات دي على وزن مفعال فتبقى تتبع الموضع العاشر فقول له ميقات اصلها موقات اللي حدث قلبة الواو يا طب ايه بقى السبب هتكتب له تعريف الموضع العاشر او الموضوع عمال يتكرر لان الواو وقعت ساكنة اهو مفردة يعني مش مشددة بعد كسرة انا بقول ميو يبقى هنا طالما توفر الشروط بتاعت الموضع العاشر نقل بالواوية تاني كلمة معانا رياح عاوزين نحدد موضع كام اولا رياح دي على وزن فعال حلو وكلمة جمع ماشي يبقى طالما كلمة جمع على وزن فعال يبقى موضع تالت انا لسه اقل لك من شوية فهنكتب له تعريف الموضع التالت ولكن الاول ايه اصل رياح مش محتاجة بقى زكاء يبقى ليه هنا اكيد اصلها ايه مفيش حل تاني اكيد اصلها واو فهتقول له الاعلال يعني اصلها رياح قولي بقى الواو هنا يا طب ايه التعليم اكتب له بقى تعريف الموضع التالت او الموضع عمال يتكرر زي ما قلت لك لان الواو وقعت عينا اللي جمع او في عال الواو وقعت في موضع العين صحيح اللام او موضع اللام حرف الحح ده حرف صحيح وقبلها كسر اريد اقول لك ري وكانت في المفرد معل طب عرفت ازاي بقى ان هي في المفرد معل هتقول لما انا هجيب المفرد هات المفرد كده ريح طلعلك يه ساكنة او الف يه او الف قلنا في الشرح تبقى كانت في المفرد معل قلنا طالما كانت في المفرد معل في الجمع عادي مش لازم يبقى بعدها الف سواء بعدها الف او مش بعدها الف زي كلمة حيل عادي ينفع تقلب الواو يه فلو انت كتبت وكانت في المفرد معل مش لازم تقول له بعدها الف او مش بعدها الف مش مهمة لما لو كتبت شابهة بالمعلة لازم بقى تقول بعدها الف تبقى مهمة في الجزئية دي تالت كلمة معانا سيد عاوزين نعرف دي طبعا الموضع الكام خلاص بقى الموضوع بقى مش محتاج زكاء دلوقتي هنا مشددة وفصط الكلمة تبقى على طول موضع سادس بيتكرره يبقى الاعلال سيود يبقى ليه المشددة دي هنا كانت سيود هنا هنكتب له ايه بقى في التعليل هنا تعريف الموضع السادس اللي زهقنا منه لان الواو والياء اجتمعوا في كلمة واحدة او كلمة واحدة وكانتها متجاورتين جنب بعضها فيش فصل بينهم والسابق منهما هنا اليه متأصل في ذاته وسكونة اليه دي مش اصلاح حرف تاني وهنا الياء كانت ساكنة واضغمت الياءان ما قلنا لما تقلب الواو دي ايه كده هيبقى يه جنب يه تضغمهم في بعض تعالوا نشوف اللي بعد كده انا جايب لك كلمات من جميع المواضع علشان الموضوع يتكرر معاك ويبقى سهل عندنا كلمة مرضي دلوقتي عندنا مرضي دي تابع الموضع السابع ايه اللي عرفني بقى اقولك اولها ميم يعني على وزن مفعول لان الموضع السابع بيبقى على وزن مفعول واخرها يهمو شددة تبقى السابع على طول طب دلوقتي ممكن تتلخبط مع التامن معه التامن برضو اخره يهمو شددة بس انا قلتلك التامن مش اوله ميم اما السابع هو اللي اوله ميم علشان على وزن مفعول اما التامن بيبقى على وزن فعول فبيبقاش اوله ميم فانت هتفرق من خلال الحكاية دي ان تشوف اوله ميم ولا لا فاقوله هنا الاعلال كانت اليه دي اتنين يه اصلهم واوتين يبقى الاعلال مرضو وو طب ايه السبب هتكتب له السابع وتروح كاتب السادس كمان دلوقته لان الووي الثانية الفكرة هنا بقى الماضي الثلاثي مكسور العين ولا مفتوح العين لا هنا دا عينه مكسور انت بتقول راء لما تجيب الماضي الثلاثي من مرضو وو راء ضي يا على وزن فاعي لا يبقى هنا طالما العين بتاعته مكسورة عادي بقى يبقى دا كده الشرط تحقق يبقى تقول له من ثلاثي مكسور العين فقلبت ياء فطالما هنا كان مكسور العين عادي نقلب الواو ياء طب دلوقتي انت ما تقلب الواو التانية دي كده الواو ياء هنا اجتمعه في كلمة واحدة يعني تظهر لك كده الموضع السادس لازق له السادس معاه فاجتمعت الواو الياء في كلمة واحدة والسابق منهما متأصل في الذات والسكون فقلبت الواو ياء واضغمت الياءان فصارت مرضي يبقى اللي احنا نستنتجه لو طلع لك كلمة من الموضع السابع او الثامن تروح كاتب تعريف الموضع السابع او الثامن على حسب الكلمة وعلى طول كاتب السادس معاه تعالوا بقى نشوف الكلمة اللي بعد كده كلمة دنيا دلوقتي الدنيا لو جدت وزنها عايبة على وزني فعلا وانا لسه اقل لك لو كلمة على وزني فعلا هتلاقي مكتوب عندك كده يبقى موضع خامس يبقى كده ليه دي اصلها واو وقل له الاعلان دنوا هنا ايه اللي حدث قلبة الواو يا طب ايه التعليل الزق له تعريف الموضع الخامس لان الواو وقعت لاما يعني في موضع اللام اهو فعلا هتلاقي موضع اللام وقعت في الواو وصفا لان انت مثلا بيتصف الحاجة ان هي دنيا يعني حاجة حقيرة مثلا زي الحياة كده ربنا اقول الحياة الدنيا ودنيا دي صفة مش كويسها يعني نيجي بقى للكلمة اللي بعدها كلمة راضية وعالية ولاغية هم الكل من نفس الموضع دلوقتي طالما لقيت اليه كده في الاخر وبعدها تقتق تأنيث يبقى على طول موضع اول من الموضع العشرة فهتقول له اصلها راضيوة وعاليوة ولاغيوة لان يا جماعة اليه هنا ما ينفعش باصلها غير واو يعني ما ينفعش باصلها حاجة تانية ده الموضع العشرة يبقى طالما راضيوة وعاليوة ولاغيوة موضع اول اكتب له تعريف الموضع الاول لان الواو تطرفت تطرفا حكميا علشان بعدها تأنيثه بعد كس يبقى احنا كده الحمد لله حلنا كتير على الاعلال ازاي نعرف اصل الكلمات وازاي احنا نحدد الموضع تعالوا بقى نركز شوية على التصحيح انا مجمع لك الكلمات المهمة في التصحيح ونحلها مع بعض عندنا اول كلمة حزوة حزوة دي على وزن فعلة تمام قبل ايه هنا بقى طالما على وزن فعلة ما قلبناش الواو هنا يهلي اقول لك ماهو برضو ماهو مش اي فعلة كده في الدنيا تقلب الواو بتاعتها ايه لازم فعلة لسه لانت بقى وصفا طب حزوة هنا ايه لا ده كانت اسم مكان الشاربول ادارا بحزوة حزوة دي اسم مكان زي القاهرة وزي بدر والشروق والحاجات دي كلها اسم المدن يعني فاقول له هنا يا جماعة السبب ليه ما قلبناش الواو هنا ايه لان الواو وقعت لاما لفعلة بس المشكلة ان فعلة هنا كانت اسم مش وصف وليست وصفا وهنا برضو ما قلبناش الواو يه عشان نفرق بين الاسم والصفة علشان لما لاقي كلمة تقلب فيها الواو يه اعرف ان فعلة دي كانت صفة ولما لاقي كلمة ما تقلبش فيها الواو يه معناها برضو على وزن فعلة اعرف ان هي اسم ولكن اهم حاجة بس تكتب له لان الواو وقعت لاما لفعلة وتقول له ان فعلة هنا اسما وليست وصفا تاني كلمة معانا مغزو ومعدو دلوقتي يا جماعة اهو كلمة اخرها حرف مشدد واولها مين على طول في بالك الموضع السابع دلوقتي الموضع السابع انا اقيل لك من شوية علشان تقلب فيه الواو يه لازم تبقى عينه مكسورة في الماضي الثلاثي يبقى في تكره الحتة دي الموضع السابع علشان تقلب فيه الواو يه تجيب الماضي الثلاثي تبقى عينه مكسورة يعني موضع العين الحرف اللي في موضع العين مكسور طب هاتلي كده الماضي الثلاثي بتاع الكلمتين دول هتلاقي مغزو غزاء غزاء حرف الزال هنا هو اللي وقع في موضع اللي هتلاقي مفتوح مش مكسور ومع دو هات الماضي كده الثلاثي عدا حرف الدال هنا اللي وقع في موضع العين مفتوحه وكمان فطالما هنا موضع العين كان مفتوح مش مكسور فالمفروض ان انا مقلبش الواو ايه فعلشان كده الواو هنا صحت فاكتب له لان الواو واقعت لا مل اسمه مفعول ولكن المشكلة من فعله ثلاثي مفتوح العين في الماضي اللي هو غزة اهو حرف الزال اللي وقع في موضع العين مفتوح وعادة حرف الدال اللي وقع في موضع العين مفتوح نيجي بعد كده للكلمة التالتة كلمة احواض واثواب دلوقتي جمع اهو تبقى موضع ثالث طب دلوقتي ايه اللي مشكلة هنا ليه ما قلبناش الواو ايه هقول لك كده انت الكلمة تانية هتقول لي احواض واثواب هقول لك انت كده كمان مرة تقول لي ايه ما انت بجعش دماغي ايه اللي حصل اقول لك اللي قبل الواو هنا حرف ساكن والموضع التالت كان بيقول لي ان لازم يبقى قبل الواو مكسور اما هنا الحا هنا ساكنة وحرف الثا هنا ساكن فعلشان كده معلبناش الواو هنا في الجمع يا فاقول له لان الواو قبلها سكون وليس كسرة نجي للبعدها عندنا كلمة خيشوم ايه بقى المشكلة في الكلمة دي ليه معلبناش الواو هنا ايه هقول لك بص كده اليه والواو اجتمعه في كلمة واحدة هتقول لي اه مفيش اي مشكلة اقول لك طب قول الشرط التاني كده هتقول لي وكانتها متجاورتين يعني مفيش حرف فاصل بينهم اقول لك طب ما تبص الشين دي بتعملية تقول لي ده حرف فاصل اقول لك طالما ما كانوش متجاورتان يعني مش متصلتين طالما في حرف فاصل خلاص كده الشرط اختل فما ينفعش ان احنا نقلب الواو هنا يا وخيشوم دي عاملة زي ليمون وزيتون وزيدون والحاجات دي فعندنا اقول له لان الواو الياه فيهما لم يتصل يعني لم يكون متجاورتان في حرف فاصل بينهم هنا ودي كلمة يا جماعة في تصحيح الموضع السادس تعالوا بقى نكمل الكلمات اللي في التصحيح برضو انا قلت لك انا مجمع لك فالكلمات اللي انا جابها لك دي مهمة جدا كلمة الحوار كلمة الحوار دي كلمة مصدر يعني تابع تصحيح الموضع التاني ايه المشكلة هنا ان يا جماعة الموضع التاني كان مول ان تقع الواو عينا لمصدر تمام كمل كده او علت في فعله لو جبت هنا الحوار فعل بتاع اللي هو المصدر بتاع الحوار مش هتلاها لم تعلف فعله فدي المشكلة ودي كلمة برضو مشهورة تقول له انها لم تعل في فعلها لهو حاورة هل الواو هنا تقلبت حرف علة لأ طالما ما تقلبتش حرف علة يبقى لم تعل في فعلها يبقى كده الواو هنا المفروض ما نقلبهاش كلمة اللي بعد كده كلمة غوة وكلمة هو دلوقتي اكيد جيه في بالك هو ما جايش في بالك ولا حاجة بس انا اعتبر يعني هتروح ايه اللي كده هتقول لي ما تكملش هقول لك ليه هتقول لي هو وغوة دي مش على وزن فعل اقول لك شاطر هتقول لي خلاص تبقى موضع تاسع مش بحتاجة كلام يبقى دي تابعة تصحيح الموضع التاسع طب هتقول لي طب ايه المشكلة هنا هقول لك دي بتاعتنا بقى فعل احنا قلنا فعل ده لازم يبقى صحيح اللام يبقى الحرف اللي بيقع في موضع اللام حرف صحيح والمشكلة هنا يا جماعة لو جيت وزنت كده فعل هتلاقي هنا موضع اللام ده حرف علة اهو ده حرف علة هل ده حرف صحيح لا ده مش حرف صحيح طالما هنا فعل كان مش صحيح اللام يعني معتل اللام فما ينفعش نقلب الواو بتاعته دي يا جوازا فقوله لان الواو وقعت عينا لجمع معتل اللام على وزن فعل يبقى المشكلة ان هو كان معتل اللام وركز برضو على الكلمتين دول علشان ناس كتير او بينسوهم بيتلغبطوا فيهم بعد كده عندنا خوار خوار دي يا جماعة برضو مصدر ولكن المشكلة هنا قول لك كده مصدر يبقى موضع تاني قول لك كده تعريف الموضع التاني هتقول لي وقعت الواو عينا لمصدر وعلت في فعله وقبلها كسرة هقول لك كده بص كده هل دي قبلها كسرة ده ربنا بقول في القرآن عجلا جسدا له خوار هتقول لي لأ ده قبلها ضمة فعلشان كده ما قلبناش الواو دي ياه يبا دي تابع تصحي الموضع التاني هقول لك ان ما قبل الواو مضموم ولازم يبقى بلاه مكسور عشان تقلب الواو يه كلمة اللي بعد كده سوار وعوض دلوقتي دي كلمات تابع تصحيح الموضع العاشر ايه المشكلة اللي هنا بقى ان الموضع العاشر بقول ان تقع الواو ساكنة طب هل الواو هنا ساكنة لا الواو هنا ما كانتش ساكنة ده كانت متحركة فعلشان كده ما قلبناش الواو هنا ياه هقول لأن الواو متحركة وليست ساكنة تعالوا نشوف الكلمة اللي بعد كده كلمة طويل وعيوف وغيور هنا لو بصيت هتلاقي الواو اللي اجتمعه في كلمة الليه والواو اجتمعه في كلمة طب ايه المشكلة بقى هقول لك انا قلت في التعريف بتاع الموضع السادس ما طالما الواو اللي في كلمة يبقى ده تبع تصحيح الموضع السادس ان الواو اللي اجتمعه في كلمة واحدة حلو وكانت متجاورتين حلو والسابق من هما متأصل في ذات هتقول لي ما فيش اي مشاكل ولكن متأصل في سكونه لو بصيت هنا الواو هي هي اللي سبقت صح ولا هتلاقها مكسورة يعني متحركة هنا ليه هي اللي سبقت هتلاقها برضو متحركة هنا ليه هي اللي سابقة هتلاقها متحركة طالما السابق من هما مش متأصل في سكونه يعني كان متحرك فما ينفعش تقلب هنا الواو يه فهتقول له التعليل لأن السابق منهما هنا الواو وهنا اليه وهنا اليه متحرك يعني مش متأصل في سكونه تعالوا بقى نكمل بقى الكلمات برضو اللي في التصحيح كلمات مهمة كلمة طوال كلمة طوال دي يا جماعة كلمة جمع وعلى وزن فعال تبقى تبع تصحيح الموضع التالت دلوقتي هتقول لي ايه المشكلة اللي في الكلمة دي هقول لك دلوقتي انت بتقول في الموضع التالت ان تقع الواو عين اللي جمع تمام صح اللام حلو قبلها كسرة تمام وكانت في المفرد معلّة او شبهة بالمعلّة طب هنا الواو لو بسيت هتلاقيها لا هي معلّة ولا شبهة بالمعلّة فتقول لي اسمها ايه اقول لك لا هي اسمها كده لمعلّة ولا شبهة بالمعلّة طب هتقول لي عرفت ازاي ان هي لمعلّة ولا شبهة بالمعلّة اقول لك هتلي المفرد ايه المفرد بطاع طوال طويل هتلاقي ترى ما الواو كانت متحركة في المفرد تبقى لمعلة ولا شبهة بالمعلة وإذا كانت الواو في المفرد لا هي معلة ولا هي شبهة بالمعلة خلاص انت كده ما ينفعش تقلب الواو يه في الجمع فتقوله تسبب لأن الواو في المفرد لم تكن معلة أو شبيهة بالمعلة يعني كانت متحركة كلمة اللي بعد كده كلمة علوات واجلواز دي برضو تابع الموضع العاشر تصريح الموضع العاشر المشكلة اللي هنا بقى ان الموضع العاشر كان بقول أن تقع الواو ساكنة مفردة قلتلك مفردة يعني تبقى سنجل يعني ما تبقاش مشددة أما هنا دي كده مشددة ما كانتش مفردة علشان كده ما قلبناش الواو هنا دي يه فتقوله التعليل لأن الواو مضعفة يعني مشددة والشرط ان الواو تبقى مفردة تعالوا بقى نشوف الكلمة اللي بعد كده كلمة يدعو ياسر ويرمي وائل دلوقتي هنا الواو وليه اجتمعوا هنا اليه والواو اجتمعوا طب ولكن هل اجتمعوا في كلمة ولا في كلمتين لا اجتمعوا في كلمتين وطالما فيه هنا وواو يهمع بعض تبقى دي تبقى تصريح الموضع السادس فتقوله الواو دي ما تقلبتش الواو دي ما تقلبتش يه او الواو دي ما تقلبتش يه لأن الواو اللي اجتمعوا في كلمتين منفصلتين والشرط ان هم يبقوا في كلمة واحدة تقول لأن الواو اللي يأفي كلمتين منفصلتين نشوف بعد كده الكلمة البعدها بقول عوضة وثيورة وكيوزة ليه هنا بقى مقلبناش الواو في الكلمات دي هقولك كده هاتلي كده الموضع طالما كلمة جمعية يبقى دي تابع الموضع التالت هاتلي المفرد هقولك عود ثور كاوز هتقولي طب ما هي كانت في المفرد شابهة بالمعلمة لابتهاش لي برضه هقولك ما تستنى علي دي كلمات جمع صح والمفرد بتاعها كانت الواو شابهة بالمعلمة هتقول لي تمام هقولك طب لو كانت شابهة بالمعلمة في المفرد كنا بنقول لازم نزود حاجة هتقول له ايوة فكرتها خلاص بقى اللي هو يبقى بعدها ألف في الجمع طب هل هنا بعد الواو ألف في الجمع لا هل بعدها ألف في الجمع لا هل بعدها ألف في الجمع لا طالما كانت الواو في المفرد شابهة بالمعلمة وما جاش بعدها ألف في الجمع خلاص في الجمع دي ما ينفعش تقلب الواو دي فيها يه فتقول له السبب لأن الواو في المفرد شبيهة بالمعلة علشان كان الساكنة هو عود ثور وليس بعدها الف في الجمع فما ينفعش انت تقلب الواو هنا يبقى ده كده يا جماعة بالنسبة لاهم الكلمات اللي في التصحيح تعال برضه نجبتلك تجميع الكلمات الشاز بيجي يقولك لما شزت الكلمات الاتية وما القياس فيها اول كلمة معانا نوار وشوار نوار وشوار دي كلمتين مصدر طالما مصدر يبقى موضع تاني يبقى اجري كده على طول على الشاز بتاع الموضع التاني وزي ما انت شايف برضه ما جابش الكلمات برا المنهج ده مستحيل يا جماعة وقصة مش حافظ غيرهم يعني الراجل اللي بحط الامتحان هو مش حافظ غير الكلمات اللي في المنهج لو جيت قصة انت جيب له انت كل ما برا المنهج مش عارف حل فما تقلقش يا جماعة هو يجب لك كلمات من المنهج دلوقتي نرجع بقى لنوار وشوار لو بصيت وافتكرت الموضع التاني الموضع التاني كان بقوله وقعت الواو عينا لمصدر حلو اعلت في فعله نارة نورة وشاركة نصلها شاورة وقبلها كسرة اه قبلها كسرة والله وبعدها الف ايوة بعدها الف طب كده الشروط كلها توفرت تمام طب ليه ما قلبتش الواو يه اقول لك مع عشان كده دي الكلمة الشازة يبقى المشكلة هنا يا جماعة في الكلمتين دول ان توفر فيهم جميع شروط الموضع التاني وما تقلبش فيهم الواو يه طب واحد بقى يستزكى هل يعني كده بيفهم وقول لها انها توفر فيها جميع الشروط ومع ذلك لم تقلب وهو بقى في الامتحان هيقلبك انت ومش هدي لك الدرجة لازم تكتب له يا جماعة الشروط محدش يستسر فتقول لها ان الواو وقعت عينا لمصدر وعلت في فعله قبلها كسرة وبعدها الف ومع ذلك لم تقلب الواو يه يبقى انا نبهت اهو ما هنفعش تقول له لانها توفر فيها الشروط ومع ذلك لم تقلب الواو يه هيعمل فيك ايه هيقلبك انت مش هتاخد الدرجة يبقى لازم تكتب له الموضع وفي الاخر تقول له ومع ذلك لم تقلب الواو يه تمام ده السبب طب ايه القياس هقول له ان انا نقلب الواو يه فقول نيار وشيار نشوف اللي بعد كده كلمة طيال ليه طيال شزة لو انت تفتكر بس من شوية انا لسه جايبين طيال ده اصلا في كلمات التصحيح قلنا طيال ليه مكناش قلبنا الواو يه في طيال هو هنا طوال ده كلمة مفروض ما قالبش فيها الواو يه هو بقى رح قالبها فاجابها لك في الشاز لان احنا لسه قالين من شوية يا جماع ان هات الطيال ده كلمة جامعة صحات كده المفرد طويل كده الواو كانت في المفرد لا هي معلّة ولا شبيهة بالمعلّة طب لا ازا كانت لمعلّة ولا شبيهة بالمعلّة ينفع تقلبها تقلب الواو يه في الجمع لا ما ينفعش طب هو هنا ألبها ليه ما دي كلمة شهزة يبني أيوة يعني أكتب له إيه أقول له لأن الواو في المفرد ليست معلقة أو شباب المعلقة ومع ذلك قل باتياء المفروض أن أنا مقلبهاش بس هو هنا ألبها طب إيه القياس أن أنا مقلبهاش فقول طوال برضو ما حدش جي يستسكى وقال يعني بيعمل نفسه بيفهم وقل إيه لأنه اختلى شرط ومع ذلك قل باتياء لا يا حبيبه هو برضو هيعمل اختلال في الدرجة بتاعتك ودي لك درجة على الحتة دي لابن لازم تكتب له يا جماعة الكلام ده بعد كده كلمة صبية وكلمة صبيان ليه هنا يا جماعة دي كلمات شهزة لو أنت بصيت دي تبع الموضع الأول هنا يا جماعة اليه مفروض القياس بتاعها واو يعني مفروض أن أنا الصيبية دي تبقى صبوة وصبوان أما هنا هو ألب الواو يهش زوزا هتقول لي ليه شهزة أقول لك لو أنت بصيت هنا البه ساكنة هنا البه ساكنة وطالما كان قبلها ساكن المفروض أن أنا مقلبش الواو يهه طب هو هنا ألبها مع أن قبل الواو في حرف ساكن أما دي كلمة شزة فأقول له لأن الواو قلبت يا ولم تسبق بكسرة طب إيه القياس أن أنا مقلبش الواو يهه أن أنا أقول صبوة وصبوان ليه يا جماعة المفروض أن أنا مقلبش الواو هنا يهه لأن يا جماعة قبلها سكون قبلها سكون تعالوا بقى نشوف الكلمات الشزة اللي معانا المهمة برضو كلمة ثيارة دي برضو بتتكرر كتير في الامتحان كلمة ثيارة دي كلمة جمع يبقى تبع شزوز الموضع التالت دلوقتي اقولك كده هاتل المفرد بتاع ثيارة هتقول لي ثور اقولك شاطر طب هنا الواو كانت في المفرد ساكنة ولا لا هتقول لي اه ثور الواو كانت ساكنة يعني انت هتستنت كده تقول لي اه يعني كانت شبيهة بالمعلف المفرد اقولك شاطر طب لو كانت شبيهة بالمعلف المفرد في شرط في الجمع كان لازم يبقى موجود هتقول لي لازم يجي بعدها ألف فأقول لك بص هنا هل هنا ثيرة كان جه بعدها ألف هتقول لي لا ده والله ما جاش بعدها ألف فأقول لك معلشان كده المفروض ان انت ما كانش ينفع تقلب الواو ييه ولكن هو ألبها هنا شزوزا فأتقول له لان الواو فئة المفرد شبيهة بالمعلى ثور وليس بعدها ألف في الجمع اهو ثور ومع ذلك قلبت يا فالقياس ان انا ما قلبهاش اقول ليه ثور يبقى يا جماعة الواو دي ما جاش بعدها ألف في الجمع وكانت في المفرد شبهة بالمعلى ومع ذلك هو الواو دي راح قلبها ايه علشان انت كده ثيرة كلمة شازة وركزل على الكلمة دي من هنا للسنة الجاية الكلمة اللي بعدها كلمة نيام دلوقتي لو لقيت حاجة هو العين مشدد على وزن فعال انا لسه حلين دلوقتي في التصحيح قلنا طالما الواو وقعت عينا لفعال مش فعال المفروض ان انا مقلبش الواو طب وهو هنا قلبها فتبقى كلمة شازة فقول له لان الواو وقعت عينا اللي جمع على وزن فعال خلي بالك في الشاز بتكتب زي التصح بالظبط ما احنا في التصح برضو قالين لان الواو وقعت عينا اللي جمع على وزن فعال بس هنا هتزود في الشاز ومع ذلك قلبت ياء فهتقول له يعني ومع ذلك هو قلبها شزوزا يعني وطبعا برضو بتزود في الشاز تقول له القياس والقياس ان انا مقلبهاش ان انا اقول نوام ان انا الواو هنا تصح لا تقلب ياء يعني نيجي بعد كده للكلمة بقول عليان دلوقتي يا جماعة نفس الكلام بتاعصبية هنا دلوقتي اللي قبلها اللام هنا كانت ساكنة وطالما كان قبل الواو ساكن هل ينفع كنت تقلب الواو ييه لا ما كانش ينفع تقلب الواو ييه طب هو هنا قلبها شذوذا فدي تابع شذوذ الموضوع الاول اتقول لان الواو قلبت ياء ولم تسبق بكسرة فايه القياس ان انا مفروض اقول العلوان ان انا مقلبش الواو ديه لان الواو هنا اللام دي هنا كانت ساكنة تعالوا نشوف الكلمة اللي بعدها برضو ديت يا جماعة للشهاز كلمة الرؤية الرؤية طالما لقيت يه مشددة اعرف على طول ان دي تابع تصحي الموضع السادس طب ايه المشكلة بقى في كلمة الرؤية فاكرين القياس بتاعنا بنقرأها بقراءة حفظ ان كنتم للرؤية هنا الكسائي قال ان الواو ليه اجتمع في كلمة واحدة تمام وكان السابق منهما المفروض مش متأصل في ذاته ليه مش متأصل في ذاته لان الرؤية الواو يا جماعة دي جاي علشان على همزة يعني الواو دي ليست متأصلة في ذاتها بل هي مخففة يعني كانت اصلا همزة والمفروض اذا كانت الواو ليست متأصلة في ذاتها ان انا ما قالي بهاش ايه طب هو هنا قلبها فتبقى كلمة شازة فاقول له كده لان الواو غير متأصلة في الذات لانها مخففة من الثقيلة ومع ذلك قولي بتيا فالقياس ان انا قوليه الرؤية هو بقى اللي قرأ بالقراءة دي اللي هي الرؤية اعتبر ان الواو هنا متأصلة في ذاتها ولكن ده طبعا كلام غلط الواو هنا يا جماعة مخففة من الثقيلة يعني الواو هنا اصلا همزة ده دي همزة وتحتها واو مش واو متأصلة في ذاتها والكلمة دي برضو مشهورة بتيجي في امتحانات كتيرة اقول لك ليه الرؤية شازة تقول له عشان الواو ما كانش متأصلة في ذاتها وانها مخففة من الثقيلة ومع ذلك قولي بتيا والقياس ان انا اقول الرؤية تعالوا نشوف الكلمة اللي بعد كده كلمة حلوة حلوة دي على وزن فعلة طالما كلمة على وزن فعلة يبقى موضع خامس دي تابع الشزوز الموضع الخامس حلوة دي هتلاقي الواو وقعت لما لفعلة تمام وحلوة في نفس الوقت كلمة وصف بتصف مثلا الفاكهة ان هي حلوة طالما الواو وقعت لما لفعلة وفعلة كانت وصف فالمفروض ان انت تقلب الواو يه طب هو هنا مقلبهاش اه ما دي كلمة شازة فاقول له لان الواو وقعت لما لفعلة وصفا ومع ذلك لم تقلب يا والقياس ان انا نقلب الواو يه عشان توفر فيها الشروط فاقول حل يا تعالوا نشوف الكلمة اللي بعد كده كلمة معديا دلوقتي الكلمة دي اولها ميم واخرها حرف مشدد يبقى على وزن مفعول تبقى تابع الموضع السابع طب ايه المشكلة بقى هنا فيه الكلمة دي ان انت لو جبت الماضي الثلاثي بتاع معديا هتلاقي عدى وانا لسه قال من شوية ان عدى ده مفتوح العين فطالما مفتوح العين الماضي الثلاثي يعني مفتوح العين المفروض ان انا مقلبش الواويه لما تجيب اسم المفعول طب ما هو هنا قلبها اام عشان كلمة شازة اقول له لان الواو وقعت لامل لمفعول من فعل ثلاثي مفتوح العين ومع ذلك قلبة ياء واضغمة الياء في الياء المفروض ان انا مقلبش الواويه طب ايه بقى القياس هنا يا جماعة ان انا مقلبش الواويه واقوله معدوا وبكده الحمد لله نكون خلصنا جميع الاسئلة اللي ممكن تجيلك في المواضع العشرة عرفنا ازاي نفرق بين المواضع العشرة وعملتلك تجميعة ليه تصحيح وعملتلك تجميعة للشاز ياريت تركز عليهم وبكده الحمد لله نكون خلصنا فيديو النهاردة ونختم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين